موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا الكرامين ما تكون وها نحن نلتقي مجددا معكم نمضي في برنامجكم اليومي وينيت لنرى أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة للعديد من الزوايا العلمية والمعرفية والكثير الكثير لكن بعد فاصل قصير موسيقى إلى أولى المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت قناة الجزيرة بفيلم روجت له كثيرا وروج له النشطاء التابعين لمليشيات الحوثي كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي لأسبوع تقريبا ضجوا مسامعنا وضجوا مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لفيلم مقتل الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي تحت مسمى الغداء الأخير لكن ذلك الغداء لم يكن ربما بالشكل المطلوب أتى منقوصا وأتى ربما فيها الكثير من البهارات الكثير من ربما الملح الزائد الكثير من الكذب الكثير من تزوير الحقائق وأيضا ربما الكثير من المغالطات التي يحاولون فيها ربما إقناع الناس وإن كان الناس مقتنعون تماما ويعلمون أن هذا الفيلم أنتج أصلا لأغراض سياسية ترى لو أن السعودية وقطر كانوا على ما يرام وأن العلاقة بينهم كانت على ما يرام كان سيبث مثل هكذا فيلم وثائقي لا أعتقد ذلك والكل يعلم أنها فقط ربما معحكات فتحي باللزر قرد حول هذا الموضوع بالقول قتل الحمدي قبل أكثر من ثلاثين عام ويعرف اليمنيون كيف ولماذا ومن قتله وبعد ثلاثين عاما تذكرت قناة الجزيرة وقطر هذه الحكاية والأمر ليس حبا في الشعب اليمني ولا بحثا عن حقيقة ولكنها أجندة سياسية ضمن صراعات قطر مع دول خليجية أخرى لذلك تظل قطر بكل الأحوال مصطر الشر الأول بكل الحالات أما مصطفى أحمد نعمان وهو من ضمن الناس الذين حسب ما أورده وقال أنه من ضمن الناس الذين حاولت الجزيرة أن تعمل معه لقاءات حول مقتل الشهيد إبراهيم الحمدي لكنه رفض يقول في تغريدة له على تويتر المشاركون في برنامجين عن اغتيال الحمدي رغبوا في اتهام طرف وتبرئة آخر طغت الإسقاطات السياسية على المهنية وانجر الشهود وراء روايات بلا أدلة ولم يحضروا أحداثها القناة اليمنية قدمت برنامجا فقيرا والجزيرة وجهت الحدث صوب جهة واحدة ملاحظة أعترف أني اعتذرت عن المشاركة مع الجزيرة أما علي البخيتي فقد غرد على هذا الموضوع قائلا أول مرة في التاريخ تكتب قناة على شريطها الإخباري عاجل من فيلم وثائقي عن حادثة قبل أربعين عام الجزيرة مثال صارخ للسقوط الإعلامي فيلم القناة عن اغتيال الحمدي إهانة للبرامج الوثائقية كما أن الجزيرة اغتالت الحمدي اليوم مرة ثانية باستخدام قضيته لتصفية صراعات قطر مع خصومها إذن هكذا كان فيلم الجزيرة الغداء الأخير محل تهكم رواد ونشط مواقع التواصل الاجتماعي من كل الاتجاهات السياسية والإعلامية وحتى الشعبية هنا مثلا محمد بن عيضة شبيبة مغردا على هذا الموضوع على هذا الفيلم قائلا كنت أظن أن الشيعة فقط يوظفون دم الحسين رضي الله عنه ويتاجرون به وإذا بقناة الجزيرة أيضا توظف دم الحمدي رحمة الله عليه بعد أكثر من أربعين سنة وتتاجر به أما الإعلام عبدالله إسماعيل فقد غرد بالقول العشاء الأخير السقوط الأخير للإعلام المضل قال فقط ما تريده الجزيرة ومشغلها لما تفرضه الحقيقة والشرف والمهنية وقح جدا أن يوظف الدم لتصفية الحسابات وأن تبلغ المماحكة الفارغة أقصى التشفي وحدود المنطقة والكارثة والوجع عن الأدوات يمنية مع سبق إصرار كمال البعداني أيضا نشر على صفحته وعلى حسابه في فيسبوك قائلان غداء الحمدي وعشاء قناة الجزيرة منذ أسبوع وقناة الجزيرة تروج للفيلم الوثائقي الغداء الأخير والخاص باغتيال الزعيم الراحل إبراهيم الحمدي رحمه الله قلت في نفسي لقد قرأت الكثير من الروايات عن ذلك في العديد من مذكرات الكثير من الشخصيات السياسية اليمنية ولكن قناة مثل الجزيرة بما تملكه من إمكانيات هائلة ونفوذ وعلاقات واسعة فلا شك أنها ستثري هذا الموضوع وتظهر لنا العديد من الحقائق الغائبة من الساعة العاشرة مساء وأنا واقف أمام التلفزيون متلهفا لسماع الجديد بدأ البرنامج ببث مقاطع من بعض خطابات الشهيد الحمدي ومقابلاته ثم التحدث عن بعض نشاطه والوضع السياسي أثناء حكمه وفجأة ظهرت بعض الشخصيات اليمنية لتدلي بدلوها في هذا الأمر وتوقعت أنها ستكون مشارب متعددة في المجتمع اليمني فإذا معظمها إن لم يكن كلها من الحزب الناصري وكان الشهيد الحمدي كان أمينا عاما للتنظيم الناصري وليس رئيسا للجمهورية العربية اليمنية ولم يكن ينقصنا إلا الأستاذ عبدالله نعمان رعاه الله ظهر شابا في العشرين من عمره يتحدث عن الرئيس الحمدي وماذا كان ينوي فعله في اليمن وقد وصفته قناة الجزيرة بأنه باحث أمريكي في الشؤون اليمنية لا أدري متى بحث وكيف ولكن كان لابد من إضفاء البعد العالمي للموضوع وكلنا يعلم كيف تتم الأمور هناك الكثير من الحشو في البرنامج لا لزوم له ولكن من أجل استفاء وقت البرنامج كان لابد منها فقد استغرق التحدث مثلا على الفتاتين الفرنسيتين ما يقرب من عشر دقائق من وقت البرنامج الشيء الذي أضحكني أن الأستاذ عبدالله الحكيمي الذي وصفه البرنامج بأنه من أقرب المقربين للشهيد الحمدي وظهر في البرنامج متأثرا أكثر من مرة متحدثا عن الحمدي وطريقة قتله ومن الذين شاركوا في قتله قد قال في ظهوره الأخير أن الأستاذ أحمد العماد مدير مكتب المقدم الغشمي قد اتصل به في يوم مقتل الحمدي وطلب منه الحضور إليه وعندما وصل قال له نريد أن نكتب بيان فقال له الحمدي خير إيش حصل هل كان هناك انقلاب وفشل فرد عليها العماد بالقول ما لك يا جني لقد قتل الحمدي وأخي ونريد أن نكتب بيان وقد قالها عبدالله الحكيمي في البرنامج ضاحكا لم يذكر الحكيمي أنه تأثر واندهش من سماع الخبر أو شكل له أي صدمة باعتباره كان من أقرب المقربين للحمدي كما وصفه البرنامج بل قال للعماد إذن تكون طريقة البيان على كذا وكذا وأخذ يصيغ معه البيان والدنيا عوافي أعتقد لو أن الأخ جمال المليكي معد ومقرج هذا الفيلم الوثائقي لو أنه كلف نفسه في البحث في مذكرات العديد من الشخصيات اليمنية السياسية التي عاشت تلك المرحلة لو وجد في بعضها معلومات أوفر وأخطر مما عرض في البرنامج بل أكاد أجزم أن مجلس مقيل في اليمن قادرا على إطراء هذا الموضوع أكثر مما قدم في البرنامج لكن كان من الواضح أن الهدف من البرنامج والتأليب ضد السعودية بالدرجة الأولى وأطراف يمنية أخرى لذلك عندما ظهر في البرنامج نائب رئيس البعثة الأمريكية لليمن في السبعينات وقال إن الحمد لم يكن محل عجاب السعوديين وخصوصا في آخر أيام حكمه عندما قال ذلك ظهر مباشرة على شاشة القناة عنوان خبر عاجل يقول نائب رئيس البعثة الأمريكية كذا وكذا بطريقة مضحكة وكأن الخبر يتعلق بموضوع الساعة وليس قبل ما يقرب من 42 عام وهكذا كلما ورد اسم السعودية في البرنامج أوردوا الخبر تحت عنوان خبر عاجل وهنا نضع هذه التساؤلات ماذا لو كانت العلاقات السعودية القطرية غير مقطوعة هل كانت قناة الجزيرة ستقدم هذا البرنامج وهل هذا البرنامج وتوقيته يخدمنا نحن كيمنيهين شخصيا لا أعتقد ذلك على الإطلاق بل العكس هو الصحيح قدمت قناة الجزيرة هذا المساء والأسباب سياسية برنامج الغداء الأخير وقدمت لنا في نفس الوقت كيمنيهين وجبة عشاء غير صحية على الإطلاق أيها الأشقاء في الخليج لا تحرقون بينكم ضمن خلافاتكم السياسية فلم نعد نطيق أكثر من ذلك إرحمونا يرحمكم الله منشور آخر هذه المرة للشيخ عبد المنان السنبلي هل قتل الرئيس صالح الشهيد الحمدي التقيت بأحد المقربين جدا من الرئيس صالح خلال فترة السبعينات وبداية الثمانينات والذي كان يعمل سائقا خاصا له في تلك الفترة سألته قد تجاوز عمره ربما الثمانين بحسب تقديري حيث يعاني من بعض الأمراض المزمنة أبرزها القلب يا عم محسن هل تتذكر حادثة اغتيال الشهيد الحمدي قال نعم فسألته هل كنت يومها قد عملت مع الرئيس صالح فقال نعم كنت يومها سائقه الخاص ففاجأته بسؤال طالما بحثت له عن إجابة هل تتذكر أين كان صالح يوم اغتيال إبراهيم الحمدي وهل كنت يومها معه فقال نعم أتذكر وكنا معا في تعز أعدت له السؤال مرة ثانية وثالثة حتى أتأكد إلا أنه أصر على تأكيد إجابته الأولى نافيا أي علم كان يحيط به الرئيس صالح حول حادثة الاغتيال ومؤكدا أنه تفاجأ بالجريمة مثله مثل أي مسؤول آخر لم يكن يعلم بها اكتفيت بهذا ليمضي بعدها يقتاده بيده زوج ابنته لا حال سبيله أما أنا وقد شعرت بصدق الرجل ووقفت للحظة متأملا ومستعرضا في مخيلة أولئك الذين يدعون رجما بالغيب أن الرئيس صالح هو المنفذ الحقيقي للعملية بل إن البعض منهم يحلف الأيمان المغلضة من أنه كان كذلك مع أن البعض منهم لم يكن قد ولد يومها ثم تسألت لماذا هذا الحقد كله على الرجل لدرجة أني أؤمن البعض بتخرصات وتكهنات لا ينبغي لأحد التلفظ بها إلا إذا كان شاهد عيان أو يمتلق قراء وإثباتات قوية ترقى إلى مستوى الدل القاطة طبعا أنا هنا لست بصدد الدفاع عن الرئيس صالح بقدر ما أريد ألا نحمل أحدا جزافا وزر فعل أحد آخر خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بقضية قتل رجل بحجم الشهيد الحمدي وبقدر ما أنا كذلك أتعطش وأتوق لمعرفة الحقيقة ذلك ما سمعته من ذلك الرجل الثمانيني والذي توفاه الله لاحقا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين بقي أنا أقول أن القاتل الحقيقي هو من دبر وخطط وأشرف على عملية القتل وما عدا ذلك فهو مجرد أدوات لا أقل ولا أكثر إذن هكذا كانت ردة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيين وأيضا المشائخ وحتى أبناء الشعب اليمني كافة أمام هذه الخزعبلات التي بثت على قناة الجزيرة إلى موضوع آخر وهو ربما تقليد المشاط رتبة عسكرية هي المشير يقول في ذلك الدكتور محمد جميح من مهازل تاريخ اليمن في العصر الحوثي أن يمنح مهدي المشاط الذي لم يدخل أي تكلية عسكرية رتبة مشير حي معانا المشير مهدي المشاط متهكما أما الكاتب محمد عزان فقد غرد حول هذه النقطة بالقول الرتبة العسكرية في زمن الحوثيين باتت هبات تصرف حسب المزاج شأنها شأن الألقاب العلمية والألقاب الدينية والتوصيفات الإدارية والمهنية وسائر ألقاب المتح والقدح الخلاصة فوضى غير مسبوقة وإفساد لكل شيء دون حياة وكأن البلاد مجرد ميراث جده يتصرف فيها الولي ولا يسائله أحد إلى موضوع آخر أيضا من غرائب ميليشيات الحوثي أسماء المتهمين بما تسمي ميليشيات الحوثي قتل الصماد ينشرون على صحيفة الثورة لكن الغريب ليس هنا الغريب من هي هذه الأسماء دعونا نتابع أولا هذه التغريدة لباسيم جناني قائلا على المطلوبين الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية بالحديدة خلال شهر وأولهم الرئيس الأمريكي ترامب هذا من إعلان قضاء طبعا نشر في صحيفة الجمهورية إليكم هذه الصورة لهذه الصحيفة هناك ما تشاهدون ربما على قرار المحكمة الجزائية الافتدائية المتخصصة على النيابة الاستنافة الجزائية المتخصصة بالحديدة على المتهمين المذكورين أدنى وعددهم 52 الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية الافتدائية المتخصصة خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان أول المتهمين في الصحيفة المنشورة أسمعهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمس نورمان ماتيس وزير الدفاع الأمريكي قائد القيهد المركزية والجنرال دورتو آلان سكوارتر رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية وتريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة ومايكل فالون وزير الدفاع البريطاني وأيضا الكثير من الأسماء بهذا نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج وينت حتى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة